السودان أرض الإمبراطوريات وليها تاريخ عظيم وحضارة عريقة تخيل أنها أكبر دولة عربية وإفريقية من حيث المساحة وفيها واحد من أكبر احتياطيات الدهب في العالم اللي المفروض كان يخليها من أغناء البلاد لطبعاً يغسر وطن معدنية والبترول والغاز وعرضيها الزراعية من الأعلى خصوبة في العالم لدرجة أنها اتوصفت بسلة الغذاء العربي فالمؤرخين قالوا عنها أنها مستحيل تجوع أبداً لكن المستحيل ده للأسف أصبح واقع وده بسبب الحروب الأهلية والنزاعات القبلية وتخطيط المحتلل تأسمها وسرقة صروتها ومطامع الدول الاستعمارية لحد النهاردة طب إزاي أغنى دولة عربية وإفريقية اتحولت لوحدة من أفقر دول العالم ومن أرض الدهب لأرض الجوع والهلال ده اللي عنا عرفه سواء النهاردة فأهلا بيكم مع حضارة موروي وإمبراطورية الكوش في أرض السودان العظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السودان أرضي ليها حضارة عظيمة وما كانتش مجرد حضارة استمرت لبعض السنين بالعكس ده من أقدم الحضارات اللي عرفها التاريخ فمثلاً اكتشفوا في السودان حفريات لبشر بيتخطى عمرها آلاف السنين واللي ذكرها مؤرخين كبار زي إسماعيل عبدالقاد الاركدفاني اللي أثبت في كتابه اتراز المنقوش في قتل يحنى مالك الحبوش إن البشر القدامى عاشوا فيها وإنه الحضارة اتعرفت في السودان كانت قبل عشر تلاف سنة وهي حضارة الكلمة ده طبعاً معناه إنها بنفس قدم الحضارة الفرعونية في مصر والسومارية في العراق حضارة الكوش بدأت في السودان قبل أربع تلاف سنة وفضلت تتوسع لحد ما احتلت مصر ووصلوا بجيوشهم لحد الدلتا وسيناء وكان جزء كبير من فلسطين تحت حكم الكوش فبيرجح العلماء إن الأسرة الخمسة وعشرين في التاريخ الفرعوني المصري كانوا أباطرة الكوش السودانية الدولة الكوشية كمان كانت في الصراع مع الإمبراطورية الأشورية في فلسطين وبالرغم إن الأشوريين في الوقت ده كانوا أقوى دولة في العالم ومع ذلك قدر الكوشيين إنهم يحموا فلسطين منهم دولة الكوشية صديقي فضلت قوية لحد ما جاء الغزو الروماني وحول المنطقة كلها للنصرانية زي ما عملوا مع مصر وأسيوبيا وفضلت السودان النصرانية لحد ما جاء الفتح الإسلامي لمصر وفعد سيدنا عثمان بن عفان عمل معاهدة سلام بين المسلمين والسودانيين اسمها معاهدة النبط اللي كانت شبه الاتفاقيات في التعاون والتبادل التجاري الأمر ده خلى الإسلام ينتشر تدريجيا في السودان من خلال التجار المسلمين والدعوة للإسلام لكن مع الوقت ترجع السودان للممالك النصرانية تتقسم لدول صغيرة زي سلطانة الزرقاء وعصمتها سنار وسلطانة الفور وسلطانة ضرفور وبيفضل الحال لحد ما نوصل لزمن الدولة المملكية اللي كانت في أقوى حالتها في عهد بيبرس فيقرر بيبرس إنه يتحالف مع الممالك الإسلامية في السودان ويهجموا الممالك النصرانية في السودان وخاضوا معارك كبيرة جدا معهم واللي انتصر فيها بيبرس على الصليبيين وأقضع وقتها جزء كبير من السودان للحكم الإسلامي لكن الباقي بيفضل تحت حكم النصارى لمئات السنية يارد تدعمونا بتخطي الإعلام بسرعة لو شفتوا إعلام مخالف للدين غضوا مبصركم يستمر الوضع دي الصديقي لحد سنة 1820 في الوقت اللي بيبعت فيه محمد علي أول حملة عثمانية تحت اسم خليفة المسلمين السلطان العثماني لفتح السودان وضمها للدولة الإسلامية بشكل رسمي وكانت الحملة بقيادة إمنه الأمير إسماعيل وقدر إسماعيل أنه يسيطر على مدينة سنار عاصمة السلطانة الزرقاء أو زي ما بتتسمى مملكة الفهم وبيبعت محمد علي حملة جديدة سنة 1821 لضم غرب السودان وكانت تحت قيادة نسيبه محمد بيك الدفردار والذي قدر يسيطر على إقليم درفور وعلى كل اللي حواليها والذي حكمها إسماعيل ابن محمد علي إسماعيل يا صديقي كان غشيم زي أبوه بالظفر ففرض على درفور ضرائب كبيرة وقتها قامت ثورة على المصريين في السودان وتقتل إسماعيل ابن محمد علي في الثورة دي وأصبح حكمها تحت إيد القبائل السودانية فبيبعت محمد علي جيوش أكبر عشان يسيطر على السودان بشكل نهائي وبالفعل فاضلت السودان تحت حكم مصر لحد سنة 1881 يعني أكتر من 60 سنة لكن في سنة 1882 بدأت الثورة المهدية تحت قيادة محمد المهدي والذي دعا فيها للعودة لحكم القرآن والسنة ده كمان أعلى نفسه خليفة للمسلمين على الرغم أن كان فيه خليفة وقتها وهو السلطان عبد الحميد الثاني إعلام محمد المهدي خلعوا للحكومة المصرية وإنها احتلال للسودان كان بداية الشرارة لأنه جمع كل أنصار وتقابل مع المصريين في ثلاث مواجهات والذي بتخسر مصر فيهم كلهم وسيطرت حكومة المهدي على كتير من المراكز والمدن السودانية لكن محمد المهدي ما يلحقش يتهنى كتير لأنه بيتوفى سنة 1885 وهو عنده 41 سنة يعني بعد الثلاث سنين بس من صراعه على الحكم ويخلفه في الحكم عبد الله التعياشي والذي استفاد أكتر منه وفضل في الحكم 14 سنة لكن في يوم الحد 2 ستمبر 1899 جيش مصري بريطاني بيدخل السودان ويهجموا الحكومة المهدية في مدينة أم درمان الأسلحة المصرية في الوقت ده كانت متطورة لأنها دخلت السودان بمدفعيات تقيلة وبمساعدة الإنجليز وصحبة جنود إنجليز فسيطروا على مدينة أم درمان وأسقطوا حكومة عبد الله التعياشي ومن هنا بيبدأ قعد جديد في تاريخ السودان وهو السودان المصري البريطاني والذي واضح من اسمه يا صديقي أنه كان حكم مناصفة بين الإنجليز والمصريين وبيفضل الوضع هادي نسبياً ويبدأ السودانيين يختلطوا بالمصريين أكتر ويتطبعوا بطبعهم وحصل كثير من حالات الزواج بين المصريين والسودانيين وبقت مصر والسودان خلاص دولة واحدة ده كمان السودانيين بقوا يدخلوا الكليات الحربية ويبقوا ضباط في الجيش المصري ودليل اختلاط السودان بمصر للدرجة الكبيرة دي هو إن محمد نجيب أول رئيس مصري بترجع أصوله لأصول سودانية المثال الأوضح كمان كان محمد أنور السودان اللي كان من أب مصري وأم سودانية والذي حكم مصر بعد جمال عبد الناصر وقتها السودان كان فيها لحمة إسلامية صناعها الملك فؤاد وفاروق لما ساووا في الحقوق بين المصريين والسودانيين التلاحم اللي لو كان استمر للنهاردة كان يخلي مصر والسودان من أقوى دول العالم وبلا أي منازع أنا عايزك تتخيل أن القليم بني شانقول اللي بيبني عليه سد النهضة دلوقتي كان ضمن دولة السودان المصرية والذي كان بيحكمها حكم دار مصري لكن الإنجليز ضغطوا على مصر عشان تستقل السودان مقابل رحيل الإنجليز وبكده خرجت السودان من حكم مصر تفتكر يا صديقي بريطانيا بتسكت على كده؟ أكيد لا دي اقترحت على السودان أن يكون نظام الحكم فيها فدرالي وده معناه أن كل عرق يكون لي شيخ وقائد والمشكلة أن السودان فيها أكتر من 500 قبيلة و10 أعراض فإنك تدي حكم خاص لكل عرق فده معناه تحذب شديد وبوادر حرب أهلية هتبتدي بين الأحزاب دي وفعلا السياسة في السودان بقت قائمة على الطائفية وكل واحد بيدعم اللي من قبلته مهما كان توجهه وده أدى لأزمات سياسية ما بتنتهيش لحد النهاردة لكن في سنة 1958 جت أكبر مصيبة في تاريخ السودان وإلى الانقلاب اللي حصل بقيادة إبراهيم عبود على قائد الأحزاب وقتها عبد الله خليل بسبب إخلافات كبيرة اللي كانت حصلة بين الأحزاب وطبعا ينتهي حكمه في سنة 1964 بصورة شعبية وبينتقل الحكم وقتها لحكومة انتقالية الطائفية والقبلية ما زالت بتسيطر لحد النهاردة على السودان وفي التمانينات قامت فيها حرب أهلية استمرت 17 سنة كان بدوافع خارجية غربية لتأسيم السودان لأن الجنوب كان غالبيته قبائل نصرانية إفريقية فكان شايف أنه مضطهد من الشمال السودان إلا غالبيته قبائل مسلمة عربية فلادى الجنوب بالانفصال عن الشمال وقتها قامت حرب أهلية بفتيل غربي قذر الحرب دي يا صديقي مات فيها مئات الآلاف وتشرد الملايين ودخل الجنوب في دوامة من الفار مش عارف يخرج منها لحد النهاردة وعلى فكرة شمال السودان كان رافض انفصال الجنوب مش عشان بيحبوا بعض بالعكس دول كانوا في حرب مستمرة لكن الجنوب كان أرض خصبة للزراعة وغنية بالمواد الخامزة زي الدهب والنف واللي كانت مطمع لكل المحتلين وفي سنة 1988 يتعامل استفتاء من دول الغرب واللي كان بمسابة فخ للسودان يتفصل بسببه جنوب السودان عن شماله وما بقتش السودان أكبر دولة إفريقية وعربية وتقسمت بسبب ناس كان كل همها السلطة والحكم وموارد السودان بقت بتتسرق وتروح للغرب ودول تانية لكن وقتها بيوصل للحكم عمر البشير سنة 1989 واللي كان زكي جدا لأنه في فترة قصيرة بقى أقوى شخص في السودان ومنع الأحزاب وحاول بدبلوماسية جديدة أنه يكسب كل الطواقف يارد تدعمونا بتخطي الإعلام بسرعة لو شفتوا إعلام مخالف للدين غضوا مبصركم لكن مشكلة إقليم درفور في الغرب بدأت تتفاقم وكانوا بيخططوا للانفصال زي الجنوب فيقرر الرئيس التخلص من تمر الدرفور المهمة دي مش هينفع يعملها الجيش لكن ممكن نستعين ببعض المرتزقة وعادي يقتلوا ويشردوا الشعب ويقتصبوا النساء وقتها الجيش بردو كان منشاغل في حرب الجنوب والرئيس بردو ما كانش بياثق في قادة الجيش أول فطلب دعم عصابات من قبائل الجنجاويد واللي كان بيحكمها محمد حندان دقلو الشهير بحمدتي حمدتي كان شاب شغال في تجارة الإبل لكن بعد مشاكل السودان انضم للميليشيات اللي كان زعيمها ابن عمه موسى هلال ولما موسى ساب الجنجاويد وغير نشاطه بقى حمدتي هو زعيم العصابة وقدر يخلص على مشاكل إقليم درفور لا هو حرفيا فعلا خلص عليهم فأتل الرجال والأطفال واختصب النساء وكان شايف ان الأطفال اللي عدت خمس سنين متمردين فكان بيستهدفهم ويقتلهم وللأسف بدنتهي الحرب في درفور بمصيبة كارثية عظيمة ومن وقتها أصبح الرئيس مكروف في السودان وبقاش هو كمان بيسق في أي حد إلا طبعا حمدتي اللي خلص على المتمردين وبيتقرب حمدتي أكتر للبشير لدرجة انه سماه حميتي وكان شايف انه هو الوحيد اللي ممكن يحميه لو حصل أي مشكلة وبالفعل بينزل الشعب في ثورة في 2018 اللي بينضم ليها الجيش وقتها بيتأكد حمدتي ان مركب البشير بتغرق ولازم ينط حاله فقرر هو كمان الانقلاب على الرئيس وراح للبرهان وزير الدفاع وعزلوا البشير وبيترقص البرهان المجلس الانتقالي وبيخلي حمدتي نائب ليه لكن حمدتي ما عجبهوش الوضع وكان عاوز يكون هو الرئيس فبتبدأ الحرب على السلطة بين البرهان بجيشه وحمدتي قائد ميليشيات الدعم السريح وده الاسم الحركي لعصابات الجنجوي اللي عملت مجازر في درفور في بداية الحرب كانت تكفة لصالح الجيش ده بعد الدعم الكبير من الدول الغربية لكن مع ضعف الجيش قدام الميليشيات انقلبت كفة الحرب لحمدتي بعدما جاء له دعم من دول طمعانة في موارد السودان فبيقدر حمدتي انه يستولي على غرب السودان بالكامل وعلى كتير من المناطق في العاصمة الخرطوم لكن المصيبة الأكبر كانت لما استولوا على إقليم الجزيرة وده تاني أهم إقليم في السودان بعد الخرطوم فحصلت كوارث عظيمة وتقتل كتير على إيد العصابات فذكرت الصحافة ان النساء تعرضوا لأبشع الحوادث وده بيوضح حل المسلمين بأضعيف إزاي ووضع السودان وصل لإيه بعدما كان تاج موارد وخيرات القرى الإفريقية كل ده حصل يا صديقي بسبب بزرة خبيثة زرحة الاحتلال الخمسينيات القرن العشرين لما فصلوا السودان والبزرة دي كبرت وتشعبت لحد ما أصابت السودان كلها وهي بزرة الطائفية والقبلية الجاهلية ده اللي وصل السودان للحال ده بعدما كانت أغنى وأكبر دولة في إفريقيا بقت أفقر دولة في العالم وشعبها في مجاعة بسبب الحرب والتهجير وإنساءهم هم الأعلى نسبة في التعرض للإختصاب وإلى الله المشتكى ده الحال اللي وصل ليه السودان للأسف الشديد فاللهم احفظ إخواننا المستضعفين في السودان وأمنهم من خوفهم وأطعمهم من جوعهم وأجرهم من كل شر وبلاء واحفظ دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأعدي يا ربنا السودان أرض الذهبي أفضل مما كان وفي النهاية ياريد تدعمونا بالاشتراك وتفعيل الجرس وتتفعلوا مع الفيديو عشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر